بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هنكمل بقية الاسئلة هاو دو يو هندل ازاي بتقدر تهندل البيتمابس في الاندرويد لانها بتاخد مساحة كبيرة من الزاكرة زرارة number of reasons why loading bitmaps in your android app is tricky اسباب ليه هي tricky ممكن تستهلك كتير جدا من الميموري من الزاكرة انك تحمل البيتمابس على هتقلل اداء الابليكيشن وهتقدي ليه او هتسبب قليل بطيء او ان يجي لك البوب اوب اللي هو اندرويد او او ابليكيشن نوت ريسبوندين اه ويه تعمل فرس كلوز او تويت حلو؟ طيب لو الابليكيشن بيحمل اكتر من بيتماب على الزاكرة لازم بعناية او بمهارة تقدر تدير الزاكرة والديسك كاشين لمعظم الحالات بنوصي انك تستخدم الزاكرة اللي هي اسمها عشان تعمل ودي افضل مكتبة بنستخدمها لحد الوقتي لتحميل هيا بتهندل كل الحاجات دي وكل الحاجات المتعلقة بانك تشتغل بالبيتماب طيب اديني شوية تيبس شوية نصايح عشان اقلل استخدام البطارية في برامج الاندرويد طيب نصايح عشان احسن استهلاك او استخدام البطارية في الابليكيشن اول حاجة على قد ما اقدر اقلل ان انا اكلم النيتورك از متش از يو كان على قد ما تقدر كاش يور داتا كيش الداتا بتاعتك حفاظها في داتا بيز مسلا ورجعها من الكاش اه تاني مرة يعني اول مرة هاتلي البيانات من النيتورك وبعد كده كيشها واعرضها لي من الكاشين افويد ويك لوكس اه لوك از متش از بوسيبول او ويك لوك از ميكانيزم هو الية تو اندكيت ذات استخدم الالارم مانجر بعناية استخدم الالارم مانجر استخدم الالارم مانجر لاستخدام الغلط ممكن يبهدل البطارية باتش ازا نتوارك يبغى عليك انك تعمل باتش ليه كولز النتوارك او بسيبول لو ممكن لكي تستطيع ازا نتوارك هتمنع الجهاز فرم ويكينج افري ساكن ادفرانت لوجيك فور موبايل داتا و واي فاي يبغى ادفرانت لوجيك فور موبايل داتا و واي فاي افحس كل البروسس المنمية اللي بتعملها في البروسس استخدم الجي بي اس بعناية استخدم الجي بي اس بعناية استخدمه بس لما يتطلب انك تستخدمه استخدمه استخدمه استخدم الجهاز مكونات الاندرويد اركتكتر عبارة عن مجموعة من المكتبات بتساعدك انك تقدر تصمم برامج روبست قوية وتستابل قابلة للاختبار يعني قابلة للصيانة جزء من الاندرويد جيت باك حلو اول حاجة زي ما شرحنا اه نحن نعمل اليو اي في الاكسيميل بدل من استخدامه بروغراماتيك اللايف سايكلز اتمنج اكتيفيتي بتدير اللايف سايكل بتاعت الاكتيفيتي والفراجمنت بتتجنب الميموري ليكس تهلاك البطارية وبسهولة بنلود بنحمل البيانات بتاعتنا من خلال اليو اي اللايف اه داتا بتدي اشعار اه فيوز للفيوز اللي عندي لو حصل اي تغيير في قاعدة البيانات استخدم اللايف داتا عشان تبيلد داتا اوبجيكت ذات نوتيفاي فيوز بيدي اشعار للفيو وان زا اندرلائيك داتا بيز جانجز النافجيشن اتهاندل افريسنج بيهاندل كل شيء نيدد انت محتاجه اه في الاب نافيجيشن ان اندرويد ابليكيشن البيجينج لايبراري اتهالبس اه انجرادولي لودين انفرميشن ان ديماند فروم اوار داتا سورسز نكتعمل بيجينج و تنادي بكل مره تزود اسم الصفحه اه رقم اصدي الصفحه الروم داتا بيز حل استخدمها عشان تتجنب الكود المكرر و بسهولة تحول جداول بالسيكوال لايت داتا لابجيكتز حال الروم بروفايدز كمبايل تايم بتدي كمبايل تايم تشيكس المعمولة بالسيكوال لايت لستاتمينت المعمولة بالسيكوال لايت و يمكن ان تتجنب راكس جاوا او او لايف داتا بالسيكوال لايت بيجد بيانات المتعلقة بيخزن 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 الوارك مانجر يتواجد كل مجموعة في الاندرويد مع المتحدة التي نخلق ما هي بعض المختلفات؟ سألت كثيرا إلفرق ما بين البرسلبل و السريليزبل عشان أعمل كده إما لازم أخلي الابجكت بإمليمنت السريليزبل أو بإمليمنت البرسلبل انترفيس هو أصلا موجود ومصمم للجاوفا نفسه بإمليمنت السريليزبل انترفيس ويتزود البرسلبل ويتزود البرسلبل المشكلة في الابروتش ده بيستخدم الرفلكشن وده بيقلل العملية أسرع من السريليزبل واحدة من الأسباب إن هو أسرع منه بيستخدم عملية السريليزبل بدل ما يستخدم الرفلكشن بدل ما يستخدم الرفلكشن زي السريليزبل إنترفيس إن هو أسرع من السريليزبل إنترفيس بياخد وقت أطول عشان تنفزه بالمقارنة مع السيرياليزابل انترفيس قدر عمله بولسنج من خلال الانتنت السيرياليزابل انترفيس اسهل في التنفيذ السيرياليزابل creates a lot of temporary object and causes quite a bit of garbage collection what is a idl اختصار لاندرويد انترفيس definition language allows you بتسمحلك to define انك تعرف the programming interface that both the client and the service agree upon in order to communicate عشان يتواصلوا مع بعضهم with each other using enter process communication من خلال استخدام IPC الانتر process communication on android one process cannot normally access the memory of another process so to talk they need to decompose their objects into primitives that the operating system can understand and marshal the objects across that boundary for you the code to do that marshalling is tedious to write so android بيهندل الكلام ده من خلال الا او اي دي ال هنكمل على بقيت الاسئلة في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة